بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النهار ده أوعدك مش هتكلي بط زفر خالص ولا الريحة وحشة تركزي في البطية دلوقتي وتشوفيها لبعدين تمام شايف المحلول النقعدة سحر خطير فضيع بيشلك الدم والزفارة والريحة الوحشة اللي بتبقى في البط لو ما ركون عندك في الفريزر تمام شايف المية لونها ايه المية دي فيها بقى ملح وفيها خل وفيها سكر وفيها لمون وبصي بتعمليها كده انا عن نفسي طلعت البط من بالليل حطته فيها طلعته من الفريزر سقطته فيها كده بيريحك اوي بقى عايزة اقول لك راحة مفيش بعد كده بيشدلك بقى الزفارة والريحة والدم اللي جوه البط لو ما ركون عندك في الفريزر ولو جايبة من عند الراجل برضو وحطتي هيوفر عليك ايه مجهود ان انت تخسلي وتتعبي يعني تمام بيوصلوا بقى لمرحلة فضيع بص انا جايبالك المراحل بس هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد وتشوف عملنا البط الجميل الخطير الفضيع ده اللي راح تتجنن عارفة بطتين امرات في الطبق امرات كده في السيرفيز بصي بقى شوفي انا حبي تواريكي بقى بعد ما تنقعوا بقوا عاملين ازاي شكلهم اتغير تماما ولونهم فتح وانتي شوفتي بنفسك المحلول انا هحط لك المحلول النقع ده في شاشة النهاية تمام خلاص بقى شطفتهم كويس جدا جدا من الميا اللي كانوا فيها دي وخلاص حطتهم تحت الحنفية كده وشطفتهم وزبطتهم وخلتهم تمام جبت بصل حطت علي فلفل اسود بهارات مكعبات مرأة معلقة سكر يعني وشوية جنزبيل وشوية ملح ودعاكته كويس قوي كده وبحط بصي بقى بحطه جوه البط وبتبله بيه وبزبطه كده وحت حل على النار مش هعمل اكتر من كده التدبلة اللي شفتيها دي بتخلي البط حلو جدا جدا اهم حاجة نضفت البط عارفة بقى والبط بيتسلق عايزة اقول لك الريحة فظيعة في ناس بتبقى بتسلق البط تشمي ريحة وحشة آه يعني بيبقى في بقى ايه آه حاجات يعني اللي شفتيها نزلة في الميا دي هنعمل بقى طاجن بطاطس حطيت بقى معلقة توم آه معلقة فلفل اسود شوية كمون شوية بهارات والطماطم ودول فلفل وايه هروح بقى اجيب من الحلة من شربة البط آه بصي دا سيما ازاي اخدت بقى شوية شربة كده بالوش بتاع البط دا وحطيته على البطاطس وقلبتهم كده ودخلت الطاجن الفرن تمام آه وهنعمل ايه بقى هنحط اللي في بط دا كده زي ما هو كده تحت الشوية مش اكتر من كده الشوية هتحمره ودي انت شفتي لونه كان عامل ازاي جبنا الرز غسله ونقعاه وحمرته كده زي ما شفتي يدي اللون الدهب الجميل دا وهنزل ببقية الرز تمام قوي كده وهقلبه وحط له ايه شوية ملح وانا عندي شربة حلوة وكتير هسق الرز شربة والشربة مغلية مش مغلية كنت هغلي مية والمية او الشربة لما يكونوا سخنين كده الرز بيطلع على طول وبيستوي تمام احط له الاعد بتاعه بالطريقة دي وهغطيه وهنقله على العين الصغيرة وبعد شوية هدي عليه وبعد كده اقلبه بعد تلت ساعة ولا ربع ساعة مش هكشف عليه خالص شايف البط بعد ما طلع من تحت الشوية ولا دهنة حاجة ولا في ايه حاجة بصي البطاطس خطيرة حلوة قوي كده وخفيفة تمام زي ما قلتلك ما كنتش حطيته قدامك بس للأسف الحتة دي ما تصورتش جبت بقى من الشربة بالوش بتاعها كده عليها ودخلتها كده الفرن وهوريك بقى الطاجن عامل ازاي بص الرز مفلفل وجميل وطعم وحلو جدا واخت شربة بقى متحمر كويس مستوي كويس زي ما قلتلك كده اول ما غطيت عليه روحت مهدية النار شوية او تنقليه على العين الصغيرة وبعد شوية دقتين ولا تلاتة هتهدي النار وتسيبه بقى ما تكشفش عليه خالص غير بعد ربع ساعة بصي البط مستوي ازاي عايزة تركزي في القطعة بتاعته بصي لازم البط يكون مستوي قوي بالطريقة دي تعرفي ازاي هتلاقي الجناح بتاعه تقطع هتلاقي الجلد بتاعه طري كده تغريزي فيه سكينة او شوك هتلاقيها دخلت بسهولة جدا بصي لو مش مستوي كده بيبقاش حل بصي بيتقطع معايا ازاي لو مش مستوي هتلاقيه بيشد في ايدي لأ بيستمستوي وجميل والرز حلوة جدا والبط عايزة اقول لك بصي بقى ما شاء الله طاج فضيع بصي طالع من الفرن عامل ازاي حلوة قوي حطيت قرون الفلفل دي مش هتديش هتشطة بس انا بحب اكل الفلفل كده تمام هنتغدى ونرجع نشوف هنكمل الروتين مع بعض ازاي عايزة اقول لك يا امر ما تنسيش وبفكرك تاني تدعمينا باللايك والاشتراك تمام الحمد لله والشكر لله عايزة اقول لك الاكل كان حلو جدا جدا الحمد لله بصي بقى هنغسل المواعين بسرعة بسرعة كده شفتي يعني هما بس شوية المواعين بتوع الغداء لان انا بصي انا فضيت الشربة وغسلت الحلة الكبيرة واول ما البطت حمر فضيته في السيرفيس وروحت غسلة صنية فبخف بقى من علي مواعين الغداء بتبقى خفيفة بقى كده ايه وبتتغسل بسرعة وما بتاخدش وقت خالص ودايما نقول لكم كده في الفيديوهات علشان اللي ماسمعنيش مرة يسمعني التانية واللي اول مرة يشرفني وينورني يعني جربوا الفكرة دي والله العظيم بتبقى حلوة جدا جدا آآ بتبقاش بقى ايه بعد ما نتغند لقى الحوض متسد في مواعين والمطبخ مكركب وطول ما انت واقفة كده الحتة في ايدك شوية آآ مسحوق اي مسحوق كده على الحوض يخسل الفوتا كويس وقعد يخسلي فيها كده كل شوية آآ مساح الكنتر بتاع المطبخ آآ استعملي السمنة وشيليها استعملي الشعرية وشيليها استعملي الحاجة يعني اي حاجة تستخدميها البهارات والزيت والحاجات دي رسي الحاجة في مكانها على طول وقعد ينظفي في المطبخ اخسل بس بتاع السيليكن دي عشان كانت ايه دي مدهننت من الحاجات فقلت اخسل عشان اشيلا هنظيف تقوم يتلاقي المطبخ ايه خلص معاك بسرعة والدنيا بصي هتا البتاجات زي الفل لو حاجة وقعت عليه وانا بطبخ بشيلي للشبكة واروح من الضفة على طول يجي بقى ايه هو مش محتاج خالص ان هو ايه العيون تتشالوا الحاجات دي نضيف وزي الفل تمام هيا تلميعة بس كده بالفوطة وابقى معايا بيبرق وزي الفل وعايز اقول لك يا جميلة الفيديو خلص وان شاء الله نتقابل فيديوهات جديدة ولولك اي تعليق ولا اي حاجة قولي ليه في الكومنتات كومنتاتكم بتساعدني جدا جدا وجزاكم الله كل خير وما تنسيش وانتي طالعة كده تعملي لايك للفيديو وتدعميني بالاشتراك واشوفكم على الف خير خلاص كده الروتين خلص يعني ايه فاضل بس الرخامة بتاعت المطبخ كده نمسحها كده مع بعض وخلاص وعايز اقول لك هسيب لك بقى المحلول النقعة ده في شاشة النهاية فاضيع والله العظيم بيخليك البط زي الفل شفتي بقى انت قابل وبعد وجبتلك المراحل وشفتي بقى ايه الميا فاضيعة زي فاضيعة شفية يعني شفت كل حاجة من جوه البط ومش هتتعابف حاجة تمام يلا يا قلبي اشوفك على الف خير واقول لك كانت معكم مرفت من يوميات ليدي والسلام عليكم